مساء الخير عليكم من قناة طعم تاني ومني انا نفين علي وطبعا الكيكات كلكو بتحبوها وكل انا بنحب طعم الشوكولاتة والكيكة بالبرتقان وكل انواع الكيكات طبعا يعني احنا بنحبها اول الكيكات اللي بتكون سهلة وبسيطة كده يا سلام كده بتبقى جميلة بتريحنا كده بنعملها بسرعة وبنستمتع بيها وكده مع كوب بيت الشاي او لو بالشوكولاتة زي ما انتم شايفين كده ده سوس شوكولاتة خام بس اقول لكم على حاجة حصلت فيه هي اللي خلت كده يعني اللي من حواليه الناشف من فوق لا اليه لسه طريق آآ الكيكة اللي هي بالكيكاو او بالممكن نضيف لها حاجات اضافات آآ شوكولاتة وكده بتبقى حلوة قوي بتبقى يعني بتخلي المود حلو فبنستمتع بيها فاقول لكم يا الله بقى ايه احروز اللي انتم تعملوها بس ما تقطروش يعني عشان يعني لو حتة بس صغيرة كده القطعة كده صغيرة كل يوم يعني مرة واحدة في اليوم وبعدين آآ زي ما انتم شايفين كده الصينية بتجهزوا فيها الكيكة وبتبقى لازم مستوى معين زي ما انتم شايفين كده ما تملوش الصينية خالص عشان الارتفاع بتاعها وطبعا كل التكات والمآدير وكل حاجة هنشوفها دلوقتي بس اول ما تدخلوا قناة طعم تاني لو اول مرة تدخلوا اشتركوا فعالوا بزر الجرس ولايك ما تنسوش واي حاجة انتم عايزينها اكتبها لي في الكومنتات انا اللي برد عليها بنفسي واي حاجة تهمكم انا ان شاء الله هعملها آآ يلا ندخل بقى على المآدير زي ما انتم شايفين المآدير لازم تكون بدرجة حرارة الغرف تلات حبات بيد متوسطة او اربعة طبعا ما تحبوا يعني آآ معانا الكيكشيف والفانيليا فانيليا سهيلة او كده طبعا ما يتوفر معاكم كوباية زيت كوباية لبن كوباية سكر ومعانا كاكاو خام كاكاو خام بتكون الاضافات منه اقل من الكاكاو المحلق آآ لو اربعة تزودوا السكر معانا بقى رشة ملح بس كده تبقى خفيفة وطبعا كل الاضافات والمكونات اللي انتم شايفينها كده بتكون بدرجة حرارة الغرف ولو في حاجة منها في التلاجة تخرجوها قبل ما تشتغلوا فيها بساعة او ساعتين على اقل الديق هو كمان لازم يكون منخول كويس والدخلول الهواء ولو حابين تنخلوه اكتر من مرة برضو يكون حالو وطبعا هنا مقدار الديق تلات كوباية ديق بنفس الكوباية اللي انتم شايفينها دي قدامكم عشان تكون المقدار كلها مزبوطة ومتساوية هنضيف الكيكشيف على الديق واستحسن برضو انكم يعني تنخلوه مع الدقيق يبقى يبقى حلو برضو لو اننا خلتوه مع الدقيق بس هتلاقوا فيه تراصبات منه كده فوق ممكن تترجعوها تاني او ترموها زي ما تحبوا هنضيف طبعا الكيكشيف وزرة ملح طبعا انا يعني زرة الملح بتكون بين صوابع ديقوا كده الصينية اللي هتشتغلوا فيها تدينوها بقى زيت كده وتجاهزوها ويعني تكون ناشفة من المية ما فيش فاهمية وبعدين تضيفوه معلقة زيت او يعني معلقة وربع زيت كده وتدينوها ما تقطروش برضو الزيت يعني دوبك تدين بس كده تدينو الصينية كويس والحيطان بتاعتها اي بقى نوع الصينية عندكوا باي شكل لازم برضو الخطوة كده لازم تدينوها تدينوها من كل مكان كده من يعني الارتفاع بتاعها بالارضية بكل حاجة تدينوها كده كويس عشان تكون جاهزة لصب الكيكة عطول فيها اي انواع بقى كيكة برضو اللي هو الكيكة اللي هي دلوقتي اللي احنا بنعملها او كيكة البرتقان او الكيكات اللي انا كنا عملناها في المجات وكبيات الشاي لازم اي حاجة تشتغلوا فيها تدين زيت قبل ما تضيفو لها اي مكونات او اي خليط من انواع الكيكات كده هنروح بقى للخليط السائل اللي هنضربه في الخلاط اللي هو عبارة عن اللبن والبيض والسكر والفانيليا وممكن تضيفو معلقة خلي صغيرة برضو هنا انا ضربت اللبن والسكر والبيض والفانيليا هضيف لهم بقى دلوقتي الكاكاو الخام بتاعنا انا هضيف هنا كاكاو خام لو ما فيش عندي كاكاو خام ممكن تضيفي كاكاو محلة بس بتزود بقى الكاكاو المحلة بيكون درجة اللون بتاعته افتح فلو عايز اللون يكون اغمى معاك ضيفي اكتر بقى هنا طبعا الكاكاو الخام انا ضفت تلات معالق بس والبور وهنضربهم برضو مع الخليط وبعد كده لسه معانا كوباية الزيت هضيفها بقى للخليط اخر حاجة ونضربهم كمان مرة في الخلاط زي ما انتم شايفين كده المكونات كلها خلاص السائلة ضربناها هنروح بقى للخليط بتاعنا اللي هو دي اللي هو تلات كوباية دي عليهم كيس كيكشيف باكو كيكشيف وزرط ملح هنقلبهم مع بعض كده كويس بس في نفس الاتجاه وهنصب عليهم بقى الخليط بتاعنا السائل اللي كان في الخلاط اه طبعا الكيك ما بياخدش وقت وانتم شغالين في الخطوة دي تكونوا مشغالين الفرن على نار متوسطة درجة حرارة حوالي مئة وسبعين لمئة وتمانين وهتدخلوه على الرف وبعدين تكون كل حاجة جاهزة يدوبك تصبوا الخليط وتقلبوه مع بعضه وتدخلوه على طول الفرن الكيكة بالذات اه احسن احسن حاجة تدخلوها الفرن يعني اول ما تلفوها وتجهزوها تدخلوها الفرن على طول ده يطلحها معاكو حلوة اه طبعا انا بلف في نفس الاتجاه لازم تلفوها في نفس الاتجاه عشان تحافظوا على ارتفاعها وتكون الكيكة حلوة معاكو ارتفاعها حلو وما يبطش اه لما بتلفوها كده في اتجاهات مختلفة ده غلط لازم في نفس الاتجاه دايما انا كل ما اعمل اه يشوف فيديو الكيك عندي يبقى عارف كل الخطوات وكل التكات من الالف للياء. وزي ما انتم شايفين كده بتجمعوا اللي هو الناشف وتحاولوا تمزجوه مع الخليط كله. ولازم القوام بتاع الكيك يكون زي ما انتم شايفين كده. اللي هو القوام اللي هو الوسط كده اللي هو الانسيابي. له التقيل وله الخفيف. خلاص الصينية احنا اساسا دهننها وجهزة وكله تمام. هنصب عليها بقى الخليط بتاعنا اللي هو الجميل ده. وطبعا لو هتضيفه ككاو خام زوده السكر شوية. يعني ممكن تبقى كوباية وربع سكر. آآ ككاو محل عادي هتكتفه بالكوباية السكر لان اساسا هو بيكون في نسب السكر. كده تمام والفرن بتاعنا شغال وكل حاجة. ولازم لازم اول ما تطفو النار على الكيك ما تخرجوش من الفرن على طول. لو هتخرجوه تغطوه باي حاجة. اغطى حل اغطى اي حاجة ويكون في مكان مفيش فيه هوا. عشان الارتفاح بتاعها يفضل زي ما هو. وطبعا زي ما انتو عارفين ان الكيك بتعرفوا اللي هو استيو ازاي لما تشموا ريحة بتاعته في الفرن. ما تفتحوش باب الفرن على الكيك خالص غير بعد ما تشموا الريحة بتاعته. شميتوا الريحة تبتدوا بقى اللي انتو آآ شي ممكن تفتحوا وبسكينة وبتدخلوا وبتشوفوا خطوات. انا هنا عشان عمل في كيك في في فرن مش فرن اللي بتجاز. فكانت اللي ما حبيتش اللي انا اصور بس كنت مزبطة الخطوات زي ما قلتلكم كده. آآ درجة الحرارة متوسطة خالص وقابل ما اصبها كان الفرن بيسخن. وبعدين خرقتها وغطتها بغطى حل على طول. بس زي ما اقولتلكم بعد ما ريحتها تظهر تبتدوا بقى تشوفوا بقى التجربة. طبعا هي هنا بعد ما بردت. انا استنيت لما هي بردت. وكنت آآ مجهزة لها صوص بقى اقول لكم للقصة. جهست لها صوص آآ شوكولاتة خام آآ بني. وصوص ابيض. وكان نفسي ازينها كده بطريقة اللي هي اللي هو الطايجر كده من فوق. عشان انا كنت عاملها في عيد ميلاد ابني وكده. فبعدين آآ حصل يعني الشوكولاتة اللي هي البيضة. كان المية بتاعتها جات آآ زادت. لان لها برضو طريقة هبقى عملها لكم. فخلت الرسمة مش مظبوطة. فانا اكتفيت بصوص بس الشوكولاتة الخام. وطبعا آآ يعني الاعتراب بالحق وفضيلة كان نفسي قوي تطلع بالشكل الطايجر ويبقى لها رسمة وحلوة وكده. بس ان شاء الله آآ نعملها تاني قريب. ونظبط بقى الشوكولاتة البيضة. عشان ما تبوز لناشا شوكولاتة الغمق. زي ما انتو شايفين كده. فانا كنت حابة اعملها كده مرة بني ومرة ابيض. واعملها كده رسمة الطايجر وتبقى تحفة. بس خلاص بقى يلا مش مشكلة. هي يعني اطلخبطت وبوزت مني. يعني انا مقدرش اقول لكم اللي هي مبوزتش. بس انا كنت نفسي اللي هي تقول لنا اليوم ده انا كنت اتعبانة شوية. بس مش مشكلة والحمد الله برضو طلعت حلوة. آآ وعجبتهم قوي وكان طعمها لزيز. وآآ الف هنا بقى ان شاء الله. وانتظروا بقى ان اعمل بقى الشكل اللي هو التزيين اللي هو الطايجر. عشان كده بقول لكم ليه هي كانت سايحة هنا بس. بسبب كده. وكل سنة وانتو طيبين. ويا رب بتكونوا كلكم بخير. وما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة لأول مرة تدخلو. واتجربوا الطريقة بكل التكات وبكل المقادير. وكل حاجة تطلع معاكم حلوة زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انا عملت كل الحاجات دي هتكل لها في يوم واحد شان كده اتعبت. عملت له من اللازانيا والبيتزا والكيكا. آآ مش مشكلة ان شاء الله تطلع على المرة الجاية مزبوطة. سلام عليكم.